ربما ما زالت القيامة قائمة في فرنسا ولم تقعد بعد حادثة هذا الصباح لعل البعض منكم تبحها أو اسمع بيها هذا الصباح قيلة خارجة الأخبار قالت من أن جزائري كان يحمل سكين تهجم على شرطة فرنسية على سيارة سيارة كان فيها عناصر شرطة تكلم معهم فتحوا له الباب أخذ سكين وضرب به الأول اللي كان ربما ما قاعد في مكان الساق وكان حسب الرواية هذه الرواية تعال الفرنسيين وكان رايح باش يضرب واحد ثاني لكن شرطة ثالث هيحمل السلاح قام بإطلاق الرصاص عليه وهو في حالة سيئة جدا صيب بجروح وهو في حالة سيئة جدا وقعت هذه الوقعة في كان في مدينة كان والآن يقولوا من أن الجهة اللي تتابع هذا الموضوع هي نيس أو شرطة مدينة نيس وأنهم ربما يتعاملوا معها أيضا كعملية إرهابية طبعا طلع وزير داخلية وأتكلم وقال أعطى بعض المعلومات قال أن هذا أصله المعتدي أصله جزائري عمره 37 سنة كان وصل إلى إيطاليا في 2010 ثم تنقل إلى فرنسا في 2016 وهو يقيم هناك منذ 2016 بعض المصادر قالوا ربما مصاب في عقله يعني فاقد التوازن العقلي ومصادر أخرى قالوا هذا مش مؤكد وربما هي عملية إرهابية خاصة كما قالت أيضا المصادر الفرنسية أنه قال ذكر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وهو يتهجم على هذا الشرط دائما نأخذ هذه المعلومات بكثير من التحفظ لأن أحيانا نكون فيها معلومات فيك نيوز يعني ما تكون صحيحة أساسا وأحيانا تكون معلومات أولية ثم تأتي معلومات أخرى تكذبها جزئيا أو كليا ثم أن المصدر هو من جهة واحدة بمعنى أنه لم يقع تحقيق بعد إلى آخر لكن تأثير هذه الحادثة تأثير هذا الموضوع خاصة في هذه الأشهر التي تتميز بصعود التطرف اليميني الفرنسي أكثر فأكثر بل أن التطرف وجدناه حتى عند ماكرون لخاض معركة ضد ما سمه السيباراتيزم ميزيلمان ودار قوانين وإلى درجة أن الأمم المتحدة نددت بهذه القوانين حتى أول أمس كان يبدو الأوروبيين الاتحاد الأوروبي كان عامل حاجة هكذا من أجل أن يكون هناك دائما نوع من الانسجام الاجتماعي فكان محتفل أو على الأقل يدافع على المتحجبات دخل أوروبا على أساسا المتحجبات حرة إذا تحجبت المرأة حرة إذا تحجبت وهي حرة إذا لم تتحجب وكان هذا الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي تبنى هذا الموقف ولكن أقامت فرنسا الدنيا ولم تقعدها بالنسبة إليها الحجاب هو شيطان هو رمز للشيطنة هو رمز للخضوع هو رمز لاحتقار المرأة وكل السردية اللي تعرفوها منتع التطرف العلماني الفرنسي طبعا هذا الموقف ليس هو لن تجده لا في بريطانيا ولا في ألمانيا عند الرسميين أما عند مجموعات هنا وهناك متطرفة تجد يعني تجد كل الأصناف في هذه البلدان تجد كل الأنواع وكل الأصناف عند المجموعات لكن عند الحكومات إجمالا إجمالا المواقف ما فيهاش تطرف شديد يعني أحيانا تمر عليهم ظروف أو يكون هناك تكتلات حزبية أو يكون جهة متطرفة تدخل الحكومة تضغط لكن في فرنسا للأسف كما وصفها لي مرة أحد الأفعاد قال لي هي حقوق الإنسان إجمالا هي فيها حقوق الإنسان إلا للمسلمين مرات حتى لغير المسلمين ولكن أيضا بين قوسين نحن ننسوش أيضا كان بعد تصرفات تأخوتنا في فرنسا يعني تصيب الناس بالجنون مش هذا هو موضوع اليوم مش هذا هو حديثي لكن فقط في هذه الظروف اللي فيها هرولة نحو الرئاسة الفرنسية ومن يفوز فيها وظهور ظاهرة زمور اللي راح يتطرف أكثر من بنت السفاح ماري لوبان واللي اليوم راهم يقولوا حتى يتجاوزها في الصنداج يعني في صبر الآراء راه يتفوق عليها بنقطة أو نقطتين واللي ممكن ممكن جدا يجد أن الفرن الناس أنه الدور الثاني يكون ما بين ماكرون وما بين زمور ماكرون أيضا ما يقصوش تشدد والتطرف فيما يتعلق بالمسلمين والدليل أن هذا الموقف من ما قام به الاتحاد الأوروبي بنوع من محاولة تطبيع وجود الحجاب قام المقامش به زمور لأن زمور ليس في السلطة ولا ماري لوبان وإنما قامت به الحكومة الفرنسية تحت نفوذ ماكرون ماكرون صديق تبون أو خلنا نقوله صديقه السابق لأن ماكرون ضار عليهم وبالمناسبة هذا الموضوع أنت أنت الجنرال قايد تختلت فيه قضايا متعددة ولعل قايد هذا كان الضحية الأكبر لحد الآن لذلك التصريح البائس الذي أطلقه ماكرون يوم 30 سبتمبر وخرج يوم 2 أكتوبر عن طريق جارية لومون ومش فقط شكك فيه في وجود دولة جزائرية وأمة جزائرية أساساً بهذه العبارة وكن يقصد بها دولة جزائرية أيضاً بلاد جزائرية أيضاً هذا المقصود ولكن أيضاً عندما قال من أن النظام في الجزائر هو نظام عسكري مدني بيوان تبون إنسان تباس بسحره رأو حاصل رأو عالق داخل هذا النظام وهذا النظام رأو فاتيقي متعب مرهق فربما قايد دفع الثمن هذا خاصة عارفين ارتباطاته مع الفرنسي نرجع إلى هذه الواقعة هذه الواقعة بالرغم من أن ما فيهاش موت الحمد لله ما فيهاش موت ما حدث في فرنسا ولكن بكل تأكيد ستستخدم للشيطنة ديابوليزاسيون متزايدة ومتعاظمة ضد الأجانب عموماً وضد المسلمين منهم بشكل خاص وهذا المرة ضد الجزائرين بشكل أخص لا نستبعد أن تحدث عمليات أخرى سواء كانت قاموا بها بالفعل ناس عندهم تفكير إرهابي أو ناس عندهم تفكير ناس تعبنين ومراض أو ناس عند غاضبين أو ناس يعتقدون أن هذا هو الحل أو كانت مفبركة يمكن لهذه العمليات أن تقوم جهات معينة بفبركة أنا على يقين أنه جي يوم ويكتب الناس ويتأكدون من أن مثلا دويلة المسخ التي تسمى الإمارات ما كانت بعيدة على بعض الأعمال الإرهابية التي وقعت في أوروبا أو حتى في أمريكا يأتي يوم وتكون هناك تصريحات وتكون هناك اعترافات أنا على يقين من هذا من أن بعض الطغاة العرب خاصة هذا الذي يقود دويلة المسخ هذه عندهم دور في الاختراقات وفي شيطانة المسلمين ماذا بهم لو كان المسلمين يحدث لهم أكثر مما حدث لليهود بعد كريستال نخت ليلة الكريستال وما قدم عليه يوم هالنازيون من بدايات الاضطهاد التي وصلت إلى قتل ملايين منهم طبعا لم يكنوا اليهود فقط كانوا معهم أيضا جيطان كما يسموه أو تزيغان أو ديجون دفوياج أو كل مرة كفاش يسموهم وكانوا معهم شيوعيين وكانوا معهم أصناف أخرى لكن طبعا التركيز كان يومها على أن اليهود راسا ما تسواش حسب النازيين وأنهم يثيروا لهم مشاكل وأنهم وأنهم وبالتالي يجب أن تكون لا صليسيو فينال الحل النهائي معهم بمعنى إلغاءهم من هذه الدنيا تماما هكذا اليوم يفكر البعض من المتطرفين داخل الغرب ويدعمهم يدعمهم أساسا أمثال بن زيت مثل هذا الذي يقود الإمارات بطريقة بشعة جدا